اشتركوا في القناة المطورين والعقريين اولى ورشات هيئة التخطيط والتطوير العمراني انطلقت ضمن خطة الهيئة التي تقدمها الفئات المستهدفة والمستفيدة للتعريف بالآلية الجديدة لتنفيذ اعمال البنية التحتية في مخططات التقاسيم الرئيسية والدليل الاجرائي الخاص بها حيث تم خلال الورشة استعراض اهداف المشروع والمتمثلة في تطوير اعمال البنية التحتية وتعزيز الشراكة بينها القطاعين العام والخاص اليوم في هذه الورشة تطرقنا للآلية آلية تنفيذ البنية التحتية في مخططات التقاسيم كيفية او الرحلة بشكل متكامل لله الحمد لكل طلاع راضي والكل فاهم العملية بشكل متكامل وهذه اكيد رح يساهم في تعجيل في تنفيذ مخططات تكون على مستوى عالي جدا من الجودة ورح تساهم بشكل كبير ايضا في تحسين جودة الحياة للمواطنين الآلية الجديدة لتنفيذ اعمال البنية التحتية في مخططات التقاسيم الرئيسية تواكب المساعي المستمرة لتطوير القطاع العقاري والارتقاء لرفض اهداف المسيرة التنموية الشاملة كما ستسهم الآلية في خلق بيئة جاذبة للاستثمار بما ينعكس اجابا على السوق العقاري من خلال ضمان توفير مخططات تقاسيم ذات بنية تحتية متكاملة المشروع البنية التحتية والمشاركة بين القطاع الخاص والعام اليوم بالذات هي تناغم بين متطلبات المواطن ومتطلبات المطور العقاري بالاضافة الى الدولة في تقديم البنية التحتية الاساسية والتي هي من المعايير الاساسية للتطوير وللتقدم في اي بلد من البلدان طبعا في البداية احب اقدم الشكر الجزيرة الى هيئة تخطيط العمراني على مبادرتهم بطرح مشروع تنفيذ البنى التحتية في مخططات تقسيم الجديدة الرئيسية الى الاخوان في المكاتب الهندسية وفي المطورين العقاريين لاطلاعهم على الخطوات والاجراءات اللي راح تتبع في تنفيذ هذه الشبكات والتي ستخدم من جانب اخر ومهم عملية التطوير العمراني في البلد وراح تسهل على المواطن حصوله على القسائم بجاهزيتها الكاملة وتسعى هيئة التخطيط والتطوير العمراني لضمان استدامة هذا القطاع الحيوي وتعزيز تنافسيته عبر تنفيذ المبادرات التي تسهم في تطوير الخدمات المقدمة فيه كما ستسهم الالية الجديدة في تعزيز العدالة والشفافية لكافة المستفيدين من خلال الرقابة على اعمال البنية التحتية وتنفيذها وتنمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال تنفيذ البنية التحتية بعد طرح الالية الجديدة لتنفيذ اعمال البنية التحتية في مخططات التقاسيم الرئيسية تواصل هيئة التخطيط والتطوير العمراني جهدها في تقديم ورش العمل المختلفة لكافة الفئات المستهدفة صعيا منها لخلق فرص استثمارية جديدة تدعم النمو المستدام لهذا القطاع الحيوي خالد العون لمركز الأخبار تلفزيون البحرين